هلونا نحيّوا هؤلاء الأحرار الذين لم يتوقفوا أبداً أحرار موريال خبرات إرهابية تسقط المافيا العسكرية وستسقط بإذن الله لكن إذا سمحتوا لي عندي تعليق على هذا الشعار شوفوا إخوان هذا الشعار الشعب الجزائري قالوا الشعب الجزائري والأغلبية العظمى من الجزائريين عارفينه ويردوه ويعاودوه وما عندهمش إشكال لكن نرهم ربما كين بعض خوتكم اللي مع دولة مدنية مش عسكرية تبون مزور جابه العسكر بس حكيشوا لهذا الشعار يخافوا شوية خاصة إذا واحد ممكن أن يرجع للبلاد والله ما يحس رحو كونفورطابل كما يقولوا مع هذا الشعار ما كاش مشكلة إحنا نعترض فقط على اللي يقول هو حراكي ويقول هو مع الثورة ومع الشعب ومع بعد يقولك لا لا ما نقولوهش يعني يمنع الآخرين على قول هذا الشعار أما اللي يمتنع هو على قوله مدام يمن بقيام دولة العادل والحق والقانون دولة مدنية ما كاش مشكلة وما لازمش تكون هذا موضوع خصومة اللي يقدر يقوله يقوله اللي ما يقوله اللي ما يقدرش الله بالصح فقط هذو كل اللي يجو يجادله يقولك هذا هو اللي درنا المشكل وهذا الشعار هذا الشعار الشعب والمخابرات هي مخابرات إرهابية بحق إذا كنت لا تستطيع أن تقوله مسموح لكن لا تشكك فيه لأن التشكيك فيه في الحقيقة هو تقرب من العصابات وكالبعض اللي يشكوا باش يتقربوا من العصابات أما اللي هو ما يقولوش نتيجة لأنه عنده انجعاج أو يخاف أو معليش لا يكلف الله نفسا إلا وسعه لكنها هي بالفعل مخابرات إرهابية وتسقط المافيا العسكرية بإذن الله